استمراراً للفعاليات الشعبية الرافضة لإعلان النواية مع الاحتلال الإسرائيلي لدراسة جدوى اتفاقية لمبادلة الماء بالكهرباء نظم طلبة في جامعة اليرموك وقفة ندد فيها بالإعلان المشاركون اعتبروا أن هذه الاتفاقيات ترهن الاقتصاد الأردنية للاحتلال الإسرائيلي في وقت يمكن فيه للمملكة إيجاد بدائل لسد النقص والعجز المائي كما طالبوا بضرورة الوقوف بوجه الاحتلال الإسرائيلي في مشاريعه الساعية للتوسع في الاستيطان وإلغاء الوجود الفلسطيني ننهض اليوم وحتى وإن كنا قلة لنحمل أردن بأرواحنا فلن نسمح للكيان الصهيوني بأن يعيد المأساة الفلسطينية لهؤلاء الشباب يعود الأمل لنا بأن الأمة ستنهض من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى وأن القدس سيحرر على أيدي هؤلاء الأبطال بإذن الله طالما في نفس إلو علاقة بتطبيع حتلاقوا إن شاء الله تعالى شباب اليغموك من أول الناس بإذن الله تعالى اللي حتوقف ضد هذا الفساد الضال المضل نحن هاي الاتفاقية مضلة ضالة لجميع الطلاب لجميع الشعب الأردنية لجميع الشعب الفلسطيني